سيد الله وصباحكم مشاهدين الكرام مرحبا بكم على قناة البلاد سعيدوا بلقائكم في هذه الصباحة في غرفة الأخبار طبعا نتكلموا في هذه الأول جمعة في رمضان ولي نتمنى وعم الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة ويجعل هذا الشهر مباركا وأن يوفقنا من صموة إيمانا واحتسابا نتكلموا عن الأبعاد الروحية في رمضان يعني أكيد كثير من الناس يعرفوا هذه المسائلة بصح مليح ساعة ساعة نذكروا بهذه الأمور سواء في مساجدنا في إعلامنا في منتدياتنا وغيرها لأن الذكرى تنفع المؤمنين هذا يعني المعروف عند كل الناس وهكذا قال الله سبحانه وتعالى إذن اليوم نتكلموا عن الأبعاد الروحية هذه الصيام بحكم خوفا من يعني أن تغلب علينا المادة والمديات وخوفا كذلك من أن ننسى هذا البعد هذا الروحي للصيام طيب هذا الحديث هذا رح يمنىك شهر في قتل أستاذ خالد يونسي كما كنت عارفه كامل ومختص في الإسلاميات وفي التفسير أستاذ خالد صباح الخير ومرحبا بك على قناة البلاد صباح الأنوار أستاذ محمد أشكرك على كريم هذه الدعوة الله يسلمك إذن أنت أولا قبل رمضان كنت في جولة لا شيء روحية ولكن أربما أكيد روحية في وليتسكيك دا ودير اللايف في القرى في المداشر في غيره نعم صحيح يعني رحلة طيبة جدا بسم الله الرحمن الرحيم فعلا وأشكرك على هذا المدخل الجميل يعني بمجرد ذكر تلك الربوع أسعدني ذلك فعلا أستاذ محمد يعني كانت فرصة للتأمل في ملكوت الله عز وجل وفرصة للقاء أناس طيبين يعني رغم بساطتهم فهم طيبون وهم كرماء بالقليل الذي يملكون فكل التحية والتقدير لأولئك الطيبين الذين يسكنون تلك الربوع الشامخة والعالية والتي جعلتهم أصحاب هم عالية علو تلك الجبال والمناطق نعم والمنطقة لازلت عذراء يعني على الطبيعة ما شاء الله جهت سكيك دا والقل وغيره كل ربوع الجزائر أنا ذكرت هذه المسألة هذه من باب أنه مليح كل جزائري يوثقها كذا يورينا يقولنا مثلا يعلمنا يحوص بنا في بلدنا يقولنا هذه المنطقة اسمها كذا تاريخها كذا يعني المعلومات البسيطة صحيح ولو شي جميل شي جميل نولي الأبعاد الروحية في الصيام أستاذ أنا قلت قبل قليل أن الإنسان ربما يعني قد يدخل شهر رمضان ويخرج منه كما دخل يعني دون أن يغذي روحه ودون أن يعطي روحه يعني فرصة لاستيزادة من فضائل هذا الشهر صحيح أستاذ محمد ما ذكرته موجود للأسف الشديد قد يبدأ الإنسان شهر رمضان على حال ويستمر على تلك الحال ويفارقنا شهر رمضان والإنسان لم يتغير ولم يؤثر شهر رمضان في جانبه الروحي رغم أن شهر رمضان جعل لإحداث هذا التغيير في حياة الإنسان إحداث هذا التغيير وبداية التغيير تكون بإحداث التوازن في نفس الإنسان فالإنسان روح وجسد وجسد الجسد له متطلبات وحاجات وكذلك الروح لها غذاؤها ولها أشواقها قد يغفل الإنسان قبل رمضان عن غذاء الروح ومتطلبات الروح فيحدث هذا الخلل اضطرابا في حياة الإنسان لأنه رجح كفة على أخرى طيب وكيف يحقق غذاء الروح هذا هل يحقق بالأمان بالنوايا بكذا أنه هناك سلوكات هناك أعمال هناك واجبات ينبغي أن يقوم بها يعني كما قال الأخرى ما تقدرش أنت تجيب باغي الخير بالعبادة كما قال سيدنا الخضر بن خلوف يقول لها القصيدة يقول لها الخزنة الصغيرة يقول ما نفلت ولو بسجدة باغي الخير بالعبادة القصيدة قرأتها على صفحتك في الفيسبوك كنت قد نشرتها بالمناسبة أستاذ الخضر الشيخ الخضر بن خلوف قاضي مجاهد فقيه شاعر ومداح للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنا أنشر من حين لأخرى هذا المسجد كلام جميل بلغة في متنوى للناس يعني تبسيط المعاني من خلال لغة بسيطة يعني صحيح أستاذ محمد طبعا إحداث التغيير والتوازن في حياة الإنسان في شهر رمضان وتغذية الروح لا يكون بالأمان فكما جاء في الحديث الإيمان ليس بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل هناك مفردات ومصطلحات ارتبطت بشهر رمضان هي موجودة خارج رمضان ولكنها تتأكد في شهر رمضان حتى أصبحت تسمى وظائف رمضان هذه الوظائف وهذه المفردات هي في الحقيقة أعمال لا بد للإنسان أن يواظب عليها وهي كفيلة بأن تحدث التغيير فعلا فهذه الوظائف تنقسم إلى قسمين هي كلها عبادات وطاعات هناك أعمال لازمة للإنسان يعني أثرها ونفعها مقتصر على فاعلها فقط وهناك أعمال متعدية في أثرها ونفعها ينتفع بها فاعلها وينتفع بها غيره من المسلمين في ميزان الله عز وجل كلها عبادات وكلها طاعات ولكن العبادات المتعدية أفضل من حيث الأثر عند الله عز وجل من العبادات اللازمة يعني لأنه تنفعك أنتا وتنفع غيرك أكيد أكيد فالأثر متعدي له أبعاد وحدود بعيدة الأمد طيب أعطي أمثلة بالنسبة للأعمال اللازمة في شهر رمضان الصيام تنتفع به أنت فقط الصلاة مثلا نعم الدعاء دعاء موجود خارج رمضان ولكن وظيفة من وظائف رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خصوصية في شهر رمضان للصائم دعوة لا تورد لا تورد قراءة القرآن في شهر القرآن هذه أعمال ممتازة جميلة جدا ولكنها لازمة الأثر على فاعلها وهناك أعمال أخرى كالصدقة مثلا المواساة مثلا تفطير الصائمين مثلا زيارة الأرحم نعم صلة الرحم إلى غير ذلك هذه كلها أفعال وأعمال متعدية في ميزان الله عز وجل الأفعال المتعدية أفضل عند الله من الأعمال اللازمة وفي كل خير نعم طيب دعنا نحاول أن نتأمل هذه الوظائف ما هو السر فيه أنا شيخ بالمثل وليست غريبة عني نظر بأنه الوظيفة هذه معمولة بها عند أصحاب السلوك والتربية أكيد صحيح فما دبيلك المشاهد الكريم يعرفوا شيء الوظيفة هذه ويعود يطبع معها يقول عندي الوظيفة التائية عندي الورد التائية صحيح بارك الله فيك الوظيفة هي شيء يتعود عليه الإنسان باستمرار مثلا يقال فلان موظف تم توظيفه عنده التزام أيها شكرا أبحث عن هذا إذن هو الالتزام بصفة دائمة ومستمرة التزام باستمرار نعم فالوظيفة هي ليوظف الإنسان نفسه فيها بأن يلتزمها باستمرار والحكمة في الاستمرار في ديننا الإسلامي الحنيف نحن لا نطالب بكميات الأعمال نحن نطالب بالاستمرار في الأعمال انظر مثلا أستاذ محمد الآية الكريمة يقول فيها المولى عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إذن العبرة ليست بحجم العمل وكميته العبرة بماذا أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديمة والإنسان ينتفع ديمة يعني دوما باستمرار الإنسان ينتفع باستمرارية عمله أكثر من انتفاعه بكمية العمل أعطيك مثالا سيدنا يونس عليه السلام عليه السلام لما وقع في البحر والتقمه الحوت في بطن الحوت نعم وظل أربعين يوما فناذى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعم يعلق القرآن الكريم فيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث كان هنا لا تفيد فعل ماضي ناقص أي كان في الزمن الماضي كان هنا تفيد الاستمرار استمرار نعم بمعنى أن طبيعته وعادته أنه مسبح مسبح فتوسل يونس عليه السلام بتسبيحه الذي كان يداوم عليه إلى الله عز وجل فنفعه هذا الاستمرار وفي حياتنا المشاهدة لو جئنا بصهريج وفتحناه مباشرة ووقع على الأرض سوف يتشتت الماء ويرهب ولكن لو ثقبنا فيه ثقبا صغيرا وظل الماء ينزل على شكل قطارات تلك القطارات ماذا تصنع؟ تثقب الصخور لماذا كمية كبيرة صهريج كامل لم يثقب صخرا بل لم يثقب ترابا نعم بينما قطرة صغيرة استطاعت أن تثقب صخرا إذن القوة في ماذا أستاذ محمد؟ الدوام القوة في الدوام والاستمرار إذن قوة الوظيفة هي القوة الحقيقية فشهر رمضان ثلاثين يوما مستمرة متتابعة متلاحقة دون انقطاع لماذا؟ لنتحقق بهذه القوة الحقيقية وهي قوة الاستمرار فالأعمال التي نواظب عليها في شهر رمضان باستمرار تسمى وظائف وظائف يعني لما نتقلم على وظيفة أستاذ بمعنى أنه عندك التزام أكيد وبالمناسبة للمشاهد الكريم ربما يعني يستهجنوا أو يستغرب من كلمة وظيفة هذه أي ليش كلمة مستحدثة يا قديمة نعم قلت استعملها يعني أصحاب السلوك والأخلاق يعني والعبادات قلوا كلمة الوظيفة نعم صحيح فعلا هي كلمة من صميم التراث نعم أشكرك كثيرا لو أذنت لي أستاذ محمد تفضل تفضل ذكرت أنت مصطلحا جميلا وهو الويرد الويرد نعم ما معنى الويرد الويرد هو هذه الوظيفة التي يلتزمها الإنسان فهو يريد عليها في كل مرة وتريد عليه بأنوارها نعم العبادات والطاعات هي عبارة عن التزام طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان له ويرد من القرآن إذا تخلف عنه قضاه طيب محل الشاهد ما هو نعم أنا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لا للجميع للجميع كان يقرأ القرآن بطريقة منتظمة ويرد وإذا تخلف عليه قضيه نعم كذلك الشأن فالويرد نقول ورد الشيء ورد الإبل نعم ورد أي وصل إلى ذلك الشيء فالويرد هو العمل الذي تلتزمه وفي كل مرة تعود إليه فتريد عليه نعم النتيجة ما هي؟ أنه يعطيك من خيراته أنه يعطيك من خيراته ما يعطيك الويرد يقال له في تراثنا الوارد الوارد فرمضان ورد كذلك ورد ووارد نعم هو في ذاته ورد وفيه أوراد كثيرة وهذه الأوراد تعطينا الواردات ما هي الواردات؟ الواردات هي الأنوار والتجليات نعم والفيوضات التي يغضقها المولى عز وجل علينا عندما نقبل على مائدة طاعاته المتنوعة في جهر يعني نفحات ربانية نعم وهو كذلك نفحات ربانية خلينا لوكان إذا حبيت شكرا روحانية راقية عرفان درجة أعلى من الوعي لذوا شعور بحلاوة الإيمان والإقبال على الله عز وجل هذه كلها واردات نعم نديروا فاصلوا أستاذ ونعودوا نولي ونتكلموا على هذه المسائل هذه على بركة الله يعني ما يقدرش الإنسان يتحدث على ذوقها وطعمها لغيره نعم لازم يجربها باش يذوقها لا مراقي جدا ما شاء تجربة عملية ذاتية نعم لازم يجربها باش يتذوقها ويكون عنده طعم متحها ويعيش تجربة عيش تجربة يعني يعني راح يجي وقت وإنته تتعب والدين لا يتعب يعني صحيح الدين باقي عليكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل حتى تمل هذا هو نعم فاصل خاصير فما نواصل نقاش مشاهد الكرام بقوم معنا فضلا وليس أمر إذن مشاهد الكرام رحبا بكم مجددا فهجو الثاني من غرفة الأخبار وطبعا أحنا نتحدثو على بسم الأبعاد الروحية اللي الإنسان يقدر يقدر يستفاد منها في رمضان وفي العبادات المختلفة يعني بعض أحيان ترك تمشي يقدر يحل الجامعة عندك جارك في الحومة في القهوة في السوق في كذا تتلاقع معا ناس أقدر معا رجل حتى معا مرأ اللي يميز مليه اللي يميز مليه حتى معا مرأ لا تلقاه عنده سمت معين تلقاه يعني في هيئته في سلوكته في حديثه في مشيته عنده سلوكات معينة انتا ربما يحيرك سيدة تبقى تقول ولا تحيرك هذه المخلوقة هذه تبقى تقول ولكن خليني إذا تكرمت نقول لك علاقة هاد الناس هادو علاش انتا تشوف هاد الناس هادو وستغر في بعض الحياة هاد الناس هادو عنهم واحد العلاقة هادو مع ربية ربطينها مع رب العالمين سبعا بالنسبة لي هتا زيادة في هاد الدنيا هادو يعني يعاملك كإنسان بشر كذا إلى خيره ولكن تلقاه هو عنده عنده وحد السمت وحد الأخلاق وحد العيبة وحد السلوكات وحد التصرف وحد العلامات في وجهه هكذا هذا تلقاه عنده وحد العلاقة مع رب العالمين مطلع عليها هو فقط وإذا حبيت طالع عليها جربها يعني باش من ديلوش كثير من الوقت للشيخ خد راحتك أستاذ ايه ومع ذيرا كلامك جميل جدا وفي الصميم يعني هادو ملاح هادو أستاذ في بعض الحياة تشوف حتى مرأة في الشارع ولا في تخدم معاك ولا مرأة يعني ما عنداش علاقة كثيرة كثير نقدة بالدنيا تقول هادو مرأة هذي مش هي مرأة متنجفة ولا لا باس وقايمة بنفسها وبروبرو وإلى آخرة ولكن تلقاها ولا تلقاها في حياته اليومية عنده علاقة مباشرة مع الله نعم مع عالمين آخر صحيح مش علم الجنون ولا لا علم العبادة احنا وقلو صحيح بارك الله فيك أستاذ محمد فعلا هؤلاء يسمون الأخفياء نعم لماذا هم أخفياء لأنهم لا يتظهرون ليسوا أصحاب شهرة ورياء بينهم وبين الله علاقة تكفي عندهم أن يقيموا هذه العلاقة المباشرة بينهم وبين الله عز وجل وقد يكونون في أعلى نعم هذه العلاقة هذه نعم أنا ما نحكي عن العلاقة هذه لأن الإنسان يكون ساجد ولا يكبر ولا لا رأى في السوق يقضي نعم في العمل رأى في الطريق رأى في سيارة يسوق صحيح والله هذه تجليات لهذه العلاقة علاقة الإنسان بالله عز وجل إذا كانت علاقة قوية طيبة قائمة على أساس من العرفان ستكون لها تجلياتها في كل ميادين الحياة ذكرتني برجل صالح وعارف بالله وكان يمارس التجارة فسئل ذات يوم قيل له كيف استطعت أن تجمع بين الصلاح وممارسة التجارة بين التجارتين تجارة الآخرة وتجارة الدنيا قال كلمة جميلة جدا قال له يا هذا الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت الله أكبر إذا العرفان هو الأساس لما الإنسان يكون عارف ربي سبحانه وتكله علاقة طيبة مع الله عز وجل لا يبال بعد ذلك بأحده هؤلاء هم الأولياء سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الله خبأ ولايته في الناس فلا تحقرن من الناس أحدا فعسى أن يكون وليا من أولياء الله عاود لهذه الشيخ عاود لهذه إن الله خبأ ولايته في الناس فلا تحقرن من الناس أحدا فعسى أن يكون وليا من أولياء الله بل أكثر من ذلك نبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبعد من هذا يحذرنا من أن نقيس الناس من خلال المظاهر فيقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره سبحان الله يقسم على الله ولكن هنا شيخ لا يجب أن تصبح من الذين لو أقسم على الله أبره أبرهم أنك لازم تكون أشعث أغبر لا ليس بالضرورة ليس بالضرورة ما كانش تلازم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا شيئا أن لا نقيس بالمظاهر لا نقيس الناس بأشكالهم ألعب ربي الجانب الإنساني وعي الإنسان إيمان الإنسان وتصيب شيخ تصيب سمحني تصيب الناس هذوما عادة يعني يكتفون بما يحقق المطلب يعني لباسا أكلا سياراتا شهراتا لأن قلوبهم موصولة بما هو أهم دول كل إنسان نعم كل إنسان يرتب أولوياته على حسب الوعي الذي عنده فمن الناس من وعيه الصغير يرى أن مديات الحياة هي كل شيء هي متهى الحياة وهو في استعداد أن يخسر دينه نعم لا حول أولا قاتل من أجل هذه الأمور المادية البسيطة كالأطفال يلعبون بالدمى من أجل دميته يخسروا كل شيء كذلك هؤلاء طبعا الوعي هنا يلعب دورا أساسيا ويستطيع الإنسان أن يكون وليا من أولياء الله عز وجل عارفا بالله سبحانه وتعالى من خلال التجربة العملية كما ذكرت أستاذ محمد يعني ما هو الشرط سامحني شيخ تفضل يعني أنا حب نسهلها للناس نعم تفضل أنه يعني باش تكون ولي من أولياء الله ماش حاجة كبيرة بزبزب تقدر أنت بأعمالك البسيطة هذيك نعم ترجع ولي لله المطلوب شرط بسيط وصعب في نفس الوقت الإخلاص لله نعم لله الصدق مع الله القرآن يعرفنا من هم أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذان الشرطان شرط الإيمان وتقوى الله عز وجل الصيام يحقق لنا هذين الشرطين والمشاهد شيخها ويعرف ما معنى أن يكون ولي من أولياء الله أكيد من عدالي وليا نعم فقد آذنته بالحق ورب العالمين يحارب من أجلك نعم طيب لو سمحت أستاذ محمد الصيام يجعلك وليا الصيام بدأ بالإيمان وانتهى بالتقوى يا أيها الذين آمنوا شرط الأول الذين آمنوا وكانوا يتقون شرط الأول الإيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الشرط الثاني إذن فالذي يصوم إيمانا واحتسابا يعني بالضرورة يرجع ولي من أولياء الله عز وجل إذا تحققت تقوى نعم نعم إذا إذا ما كان صومه على الأكل وشرب صام بالجوارح عن الآثام ولم يكتفي بصيام البطن عن الطعام أن يترقى القضية قضية إخلاص وصدق وعرفان لله عز وجل فالإيمان هنا شيخ منزل ندير ملاحظة ما عليش إنه إذا تكرمت المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة هارد بالك ماشي تقتل روحك وتشنق روحك وتدير روحك تسمى في زيار كبير وفي مشقة كبيرة وتقول أنا أحب نولي ولي من أولياء الله لا لا ماشي هكذا نعم طيب هذا الأكيد بش ما يدخلوش يعني لأنه يقدر يدخل في هاوس في جنون في هبال فعلا أولا وقبل كل شيء إذا أردت أن تكون وليا لله فالفضل أولا من الله الله أكبر لا يأتي منك يأتي من الله إليك هو الذي يأذن لك في أن تقوم في حضرته وأن تعامله ويأذن لك في خدمته يعني إذا كان إذا عبدت إذا صمت إذا صدقت إذا كدر فالفضل بيش في بيلك باللي أرب العالمين رأي حبك وفقك لهذا الشيء هو شرفك هو أراد أن تنال هذا الشرف لذلك الآية الكريمة واضحة إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون من أين جاءت النجاة هل جاءت من منطلق ذاتي من الإنسان أبدا عطاء من الله حتى لما يتوب الإنسان إلى الله عز وجل قبل أن تتوب اعلم أن الله قد تاب عليك لتتوب ثم تاب عليهم ليتوبوا الولاية لله هي حب لله قبل أن تحب الله لابد أن تعلم أن حبك لله هو ثمرة من ثمارات حب الله لك لذلك ذكر الله في القرآن علاقة الحب المتبادل بين الله وعباده فبدأ بحب الله لعباده يحبهم ويحبونه الرضا عن الله والإطمئنان إلى الله هذا ثمرة من ثمارات أريد الله عنك رضي الله عنهم أحسن الله إليك مبارك الله فيك رضي الله عنهم وارضوا عنه إذن المطلوب من الإنسان ما هو أن يكون راجياً لما عند الله طامعاً فيما عند الله مخلصاً لله وأسيادنا العلماء يقولون أخلص لله وساتار العجائق أربما المشاهد يقدرين تسألك وش هو الإخلاص نعم ونحن نسمع الكريم صحيح الإخلاص لله هو إفراد الله وتوحيده بالتوجه إليه في القرآن الكريم جاء لفظ الإخلاص بهذا المعنى الذي ذكرت الله سبحانه وتعالى يقول عن الأنبياء إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ جَعَلْنَاهُمْ خَالِصِينَ سيدنا يوسف يقول إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَاصِينَ أَخْلَصَهُ المولى عز وجل ما معنى أخْلَصَهُ أي اجتباه وجعله لنفسه سبحانه وتعالى جعله في درجة من العناية الإلهية إذن الإخلاص لله أن تجعل وجهتك هي الله دون سواه والآية الكريمة واضحة في هذا المعنى قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ علماؤنا يقولون من عرف الله أو من وجد الله فما فقد شيئاً من وجد الله عز وجل فما فاته بعد ذلك شيئاً لذلك الكلمة الجميلة التي ذكرتها أستاذ محمد هي أن الإيمان والعبادة تجربة عملية الإيمان تجربة عملية العبادة الطاعة هي حياة ممارسة ميدانية ولذلك يشترط في هذه الأمور الذوق الإنسان إذا عبد الله عز وجل بذوق استطاع أن يعرف الحقيقة من تجربته العملية لذلك علماؤنا يقولون من ذاق عرف ومن عرف اغترف إذن مفتاح المعرف ما هو هو الذوق والذوق لا يكون إلا في شيء عملي من الذي يتذوق هو الذي طعم هو الذي أكل الأكل والطعام هنا هو في الميدان أستاذ محمد أن تعيش التجربة الإيمانية أن تعيش الطاعة لله عز وجل فإذا عرفت في الميدان في الممارسة سوف تدرك معاني غيرك لا يعرفها لأنه لا يملك نفس التجربة يعني ذكرتني بكلمة جميلة لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله أبو حامد الغزالي وقعت له تجربة عجيبة في حياته اعتكف في منارة مسجد بغداد عشرين سنة الله أكبر لم ينزل إلا مرة واحدة كان متفرغا للعب طبعا وينزل للعبادة أقصد لم يخرج إلى الشارع كان متفرغا للعبادة والتأليف والذكر والتأمل والتفكر طبعا الغزالي يشرح لنا هذا الموقف طبعا نحن لا نطالب هذا منهج ألزم به الغزالي نفسه ولم يلزم به غيره نعم ولكن محل الشاهد هناك دوافع ونتائج الدوافع التي بحثت بعثت الغزالي حجة الإسلام رحمه الله إلى الاعتكاف والخلوة والاعتزال هي حب التأمل والاستئناس بالله سبحانه وتعالى البحث عن الحقائق العرفانية عن الأذواق والمواجيد التي لا يمكن أن يجدها خارج خلوته والنتيجة التي وصل إليها قال بأن الإنسان عندما يعرف الله ويستشعر تلك المواجيد ويستأنس بالله ويجد تلك الأذواق النتيجة هي أن يرى غيره من الناس ممن لم يصل إلى ما وصل إليه يراهم فيشفق على أحوالهم يشفق على أحوالهم لأنهم لم يعرفوا ما عرفه ولكن الإشفاق على الآخرين لا يعني التكبر عليهم واحتقارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما بعد صدرة المنتهى ولكنه عاد متواضعا طيبا رحيما صلى الله عليه وسلم أكيد ويبقى متواضع يعني وصل عند أقصى ما يصل إليه الإنسان عند رب العالمين سبحان الله وكي عودوا الله بقى متواضع وبن تيمية كذلك يقول أستاذ ولم يتكلم عن الإيمان يعني يقول لو علم يعني من لا إيمان في قلبه يعني ضعم أو لذة الإيمان هذا لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة لا قاتلون عليها بالسيوف هذا من صميم موضوعنا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وهو تلميذ ابن تيمية كانه كذلك عبارة أخرى مشابهة يقول إني لتمر علي لحظات أجد فيها من اللذة الروحية ما يجعلني أقول لو أن أهل الجنة يجدون ما أجد إنهم لفي نعيم كبير هذه في مدارج سالكين نعم برك الله فيك أحسن الله إليك هذه الموسوعة الرائعة جدا مدارج السالكين نوصله شيخ في مسألة في هذه القضية لأنهم نتحدثوا على مسألة حساسة شوية ويزمي فهم المشاهد الكريم أن الأعمال هذه تدخل بها بسيطة جدا لا يطلب منك نحن قلنا اللي قادر على أشقاه الله يعاون لكن لا تلزم غيرك نعم وإحنا مدى بنا نقول لك لا تلزم حتى نفسك بالوظيفة هذه المتعيلة نعم أنه في بعض الأحيان الإنسان يظن أنه الثواب مربوط بالكثرة مثلا يقول لك أنا بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة أو هكذا درجة أو كذا نعم في الحديث حديث كثيرة في هذا المجال ما لنا نسكن جار الجامع بش ندي الأجر الكبير روح نديل دورة كبيرة وندخل للجامع مثلا أو مثلا يقول لك ليجي الجمعة يعني عنده كذا من الأجر جبل جمل كذا إلى آخره على حسب التبكير تاعك يخوك ما لنا يا من الصبح صارت الصبح ما نخرش تنصلي الجمعة ندي الأجر الكبير يعني حبيت تفهم المشاهد الكريم أستاذ هذا المعادلة هذه تصح دائما يعني بارك الله فيك أحسن الله إليك طبعا هذا يقودنا إلى موضوع المشقة في العبادة هل هي مقصودة لذاتها أم لا العبادة المشقة في العبادة والطاعة ليست مقصودة لذاتها هناك فرق بين حالتين أن تكون العبادة تتطلب مشقة هكذا كالصيام مثلا نعم الصيام مثلا فيه مشقة الحج فيه مشقة مثلا إذا كانت المشقة تابعة للعبادة المشروعة فهنا المشقة محمودة محمودة نعم ويثاب عليها الإنسان لأنها مقتضى من مقتضيات العبادة أما إذا كانت العبادة ميسورة دون مشقة فإحداث المشقة فيها فيها لتلك العبادة ابتداع في الدين آه لأنك أدخلت في عبادة الله ما ليس من عبادة الله عز وجل ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها تقوم الليل وتحاول أن تقوم الليل كله فتتعب فجاءت بحبل وربطته من الجهتين فإذا تعبت استندت إلى الحبل وهي قائمة تصلي فرفض النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الأمر قال عليكم ما تطيقون ما تطيقون نعم فإن الله لا يمل حتى تمل بمعنى ولو مللتم نعم فمنهج الإسلام هو الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو إذن فالمشقة في دين الله عز وجل ليست مطلوبة لذاتها لذلك يقول المولى عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرش مثلا في الصيام لما شرع الله الصيام واش قال قال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر متى قال هذا الكلام بعد الرخصة شوف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرى فليصم ومن كان مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر لماذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن صيام فيه مشقة ولكن المشقة هنا جاءت تابعة للصيام وليست مقصودة لذاتها خارج موضوع الصيام نكتفي به القدر هذا اليوم شيخ على بركتنا واذا تكرمت على بركتنا نسأل الله أن يتقبل منا جميعا وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتنا إن شاء الله أمين يا رب العالمين شكرك أستاذ خالد يونسي الحديث معك شيق دردش معك شيق وشكر موصول لك أستاذ محمد على أسلوبك الجميل في إدارة الحوار وعلى الأفكار التي تبثها والمداخل التي تستخدمها في الولوج إلى هذه المواضع وأبلغك تحية شريحة كبيرة جدا ممن يتابعون هذا البرنامج الحمد لله حمد لله إن شاء الله نحن نجتهد يعني في أن نقول لهم وجبة إعلامية يعني كما يقولوا تلقوا بمقامهم وذكائهم وفهمهم وغيره ونحن نقدم هذه الوجبة الإعلامية دائما في مخيلتنا في تفكير يعني أن المشاهد الكريم شريك شريك قد يعرف ما لا أعرف أنا وما لا تعرف أنت صحيح ربا مبلغ أوعى من سامع ربا سامع أوعى من مبلغ يعني قد يكون هذاك اللي رأي يسمع فينا يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر أوعى مننا مني ومنه أكيد وبتالي نحاول أن نناقش مسائلك ذا ونشرك المشاهد الكريم في هذا النقاش هذا حتى في وسائل تواصل اجتماعي وغيره من خلال النقاش دون أن نصدر أحكاما دون أن يعني حاشا أن نسبة أو أن نشتوم الناس دون يعني نبقي في عقولنا أن الكلام نقوله نسبي يعني نشتهد ونسدد ونقارب ولكن يبقى الأمر نسبي للحقيقة عند الله وحده لا شريك له إذن الله أطيل على المشاهد الكريم ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك وحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته